أستاذ جمال من ضمن الانتقادات اللي كتبها البعض ومنها الزميل النقد الفني الأستاذ ساري الشناوي قال إنه اللكنة فيها لسه لكنة جمال الشامية السورية وبالتالي هنا ضاعت لغة عبد الناصر وضاعت لهجة عبد الناصر الحدة والقوية والصرم آه طبعا ده انتقاد بمكان والحقيقة لسه يعني كان في عندي صعوبات يعني أنا في اللهجة يعني وده كان يعني ده من التحديات الكبيرة كانت في هذا الدور لأنه عندي حوارات كتيرة ولازم أوفق ما بين طريقة الطريقة اللي بيتكلم فيها جمال عبد الناصر والطريقة اللي بيعمل فيها الوقف أحيانا واللهجة وأحيانا الحقيقة أنه آه فلتت مني في بعض المقاطع وآه زان وغاية أنا 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 معجب بك جدا لأنه قليلا ما نجد أنه البعض يعترف به أنه وقعت في أخطاء في هذا العمل لا 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 يعني هو أولا ما فيش عمل من غير أخطاء وتانيا يعني دي حقيقة ما تقدرش أنت يعني تنكرها بس وأنا يعني بالنزل أنا طبعا أتمنى لو لو قدرت أنه أنا أعمل ده بشكل أفضل بس الشهادة اللي أنا عاوزها من هذا العمل هي في مكان آخر مش حكاية اللاجة الشهادة أنا عاوزها في حتى تانية اللي هي حتى تانية اللي هي الروح والحالة الانفعالية والحالة النفسية للرئيس جمال عبد الناصر وسط كل هذه الهموم والمتاعب والمسؤولية الكبيرة والتوقعات اللي متناهية من الشعوب العربية كلها في انتصارات لا حدودة لها وفي نفس الوقت هو شايف أنه العالم تقريبا أو نص العالم متأمر عليه وحتى السوفييت اللي هم مفترضن وأصدقائه وقدوا بالسلاح ليهم حسابات معينة وسط هذا العالم كله وسط زملاء وأصدقائه ورفاق دربه من أعضاء مجلس قاتل السوفييت بتأتدوا يختلفوا معاه في سياساته كل هذه الهموم والمتاعب والآلاء والآخر عبد الناصر حيتخذ قراراته إزاي؟ حيتكلم مع الناس إزاي؟ هو ده اللي كان يهم لكن انت فيما تعلق باللكنة أو اللهجة تعترف بإنك يعني وقعت في بعض الجمل فلتت منك وخاصة في المشاهد الأولى اللي صورتها في العمل يعني لسه ما كنتش الحية مسك الأمور لسه كويس بعدين بقت أحسن إن شاء الله